شكرا جزيلا زياني يبدو أن سؤاله في البداية كان ربما سؤالا استفهاميا لكنه في النهاية أجاب عن سؤاله فيما يبدو يبدو أننا نحتاج إلى نوع من الوسطية والاعتدال فعندما نتحدث عن الجمود وعندما نتحدث عن التقليد في قراءة التراث من الذين عنيه إذا كان هذا الأمر ينسحب على ما كتبه الشافعي مثلا في الرسالة في أصول الفقه مثلا أو ما كتبه الشاطبي في الموافقات أو ما كتبه الغزالي في المستصفى أو ما كتبه الزركشي أو ما كتبه الجويني هؤلاء علماء هؤلاء أوضحوا لنا المنهج الذي نقرأ به لا أقول التراث في الحقيقة لأن كلمة التراث ربما يعني تقصد أو يقصد بها في الغالب يعني الإنتاج البشري لكن الوحي ليس إنتاجا بشريا الوحي إنتاج رباني الله تعالى هو الذي أنزل القرآن أنزل القرآن وأنزلت شارحة القرآن وهي السنة ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فهؤلاء العلماء إذن وضعوا لنا منهجا متكاملا لا يمكن أن نقفز عليه بدعوة تجديد أو بدعوة رفض الجمود وبدعوة رفض التقليد إذا ما كنش حجم بني على غير التقليد الطب هل وجدتم مدرسة أو كلية للطب فصرت مع أو قطعت مع الماضي وقطعت مع الإنتاج الطبي القديم من أجل أن تقدم للناس مقرارات جديدة ليس لها علاقة أبدا أول ما يدرس الطلاب الطب تاريخ الطب فيدرسون ما برعت فيه الحضارة الإنسانية في مجال الطب وما إلى ذلك في مجال الهندسة في كل المجالات يدرس الناس أو الحضارة كما يقال هي بناء تراكمي بناء تراكمي بمعنى أن الناس يستفيدون من السابق ثم ينقضون ذلك السابقة فيزيلون عنه إن كان به من شوائب ويبنون عليه ما يأتي مستقبلا ولذلك حذار أيها الإخوة من هذه الدعاوة المسمومة التي تتحدث عن التجديد وتتحدث عن القراءة الجديدة للنص وما إلى ذلك القراءة الجديدة للنص إذا كانت تعتمد المنهج العلمي الذي رسمه عمالقة أصول الفقه فمرحبا بها وإذا كان من يدعو إلى ذلك يريد أن يقوم بقطيعة مع كل هؤلاء أنا سمعت بعضهم يتحدث مرة عبر فضائية يقول يحتاج الأمر إلى تجديد أصول الفقه لأن الشافعية كتبها منذ ثلاثة عشر قررا والأمر الآن يدعو تقول له ما البديل ما الذي تريد أن تضيفه أنت الآن في أصول الفقه أصول الفقه هذه خدمت هذا علم خدم قرونا وهو يخدام وانتقد الناس ما يمكن انتقاده من بداياته ثم بنى الناس بناء تراكميا إلى أن اكتمل البناء واستوى على سوقه واشتد عوده فصار علم أصول الفقه الذي به يمكن أن يفهم النص الديني وأي شخص يريد أن يصل إلى النص الديني متجاوزا هذه القواعد فمعناه أنه يعبث هذا تماما كإنسان يريد أن يجري عملية جراحية دقيقة في الدماغ تقول له ما شهادتك في لا 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 أنا لا علاقة لي بهذا ولم أدرس ما كتبه الأطباء من قبل ولا ما يدرسه الطلبة الطب في الكليات لكنني أعرف كيف أجرح أو كيف أعالج دماغ هذا الإنسان تقول له هذا العباث هذا العباث لا يمكنك إلا إذا كانت لديك شهادة عليا وعرف الناس الأساتذة الذين درست عليهم من أجل أن يسمح لك بمعالجة الإنسان النص الديني كذلك له أهله ولذلك إذا كانت القراءة الحديثة أو القراءة الجديدة أو القراءة التي يمكن أن تسميها ما تشاء إذا كانت ستمر عبر الطريق التي سلكها العلماء من أجل فهم النص الديني فمرحبا بها إذا كان الإنسان قد ضابط اللغة أولا للأسف بعض المتحدثين في التجديد الديني وفي القراءة الجديدة للنص والله لا تستقيم اللغة على لسانهم لو طلب الواحد منهم أن يدرس مثلا شيكسبير كاتب إنجليزي أو أن ينتقد نص لفكتوريغو في الفرنسية مثلا لطلب منه أن يكون متقنا للغة الكاتب من أجل أن ينتقده أو من أجل أن يعبر عن نقد أسلوبه أو ما إلى ذلك هذا كاتب بشر لا يسمح للإنسان أن يقترب منه إلا إذا كان ضابطا ومتقلا للغته لكن القرآن الكريم يأتيك إنسان لم يدرس اللغة العربية ولا درس أصول الفقه ولا عرف علوم القرآن لا هو عرف ناسخا من منسوخ ولا هو ضبط عاما من خاص ولا هو عرف مطلقا من مقيد هذا المعجم كله لا يعرفه لكن قلك لا من حقنا أن نقرأ القرآن ومن حقنا أن نفهم القرآن والقرآن يفهم بمعزل عن أسباب نزوله وبمعزل عن صاحبه وهو الله تعالى فلذلك يتحدثون الآن عن أنسنة النص وعن موت صاحب النص ما معنى موت صاحب النص بمعنى أنك تريد أن تقرأ أو أن تفهم ما تريده أنت وهذا خطير جدا في الثقافة عموما عندما تأتي الآن إلى نص بشري وتقول أنا أريد أن أفهمه كما هو نص قانوني مثلا مدونة الأسرة أو مدونة التجارة أو القانون الجنائي وتقول أنا لا أفهمه في ضوء علم القانون ولا في ضوء علم الجريمة إنما أريد أن أفهمه كما أشاء أنا ما يعرف الآن بسلطة القارئ كل هذا سيؤدي بالناس إلى العبث ولن يتفقوا بعد ذلك على شيء لذلك عندنا منهج معين في فهم النص لا بد أن نحترمه لا أقصد أن نجمد كما قال السيد زياني النجمد على كل ما كتبه المفسرون والفقهاء وما إلى ذلك فقد تكون بعض الجزئيات التي ربما فهموها أو اجتهدوا فيها قد يجانبها الصواب نحن لا ننسب العصمة لبشر إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يجوز أن نتجرأ بالمقابل كما يفعل البعض على الوحي وعلى القرآن وعلى السنة إلا إذا متلكنا هذا الزاد ولا يجوز أن نسمح لأحد أن يتطاول على نصنا الدين إلا إذا كان يمتلك كل هذه الأدوات ربما سمعتم مؤخرا من يتحدث عن النص الديني فتحدث عن بعض الآيات القرآنية وقل لك ليس في القرآن الكريم دليل على أن الصيام فرض قلوا الله أكبر نين جبت هذه قل لك لا القرآن قال كتب عليكم الصيام بمعنى كتبه كتب في علماض مبني للمشهول أي أنه كتب كما كتب على الذين من قبلكم لكن ما معنى كتبه هل تعلم ما يعرف بالوجوه والنظائر في اللغة العربية هل قرأت ما كتبه الدامغاني في الأشباه والنظائر وفي الوجوه والنظائر وما إلى ذلك هذه كل أشياء فاتت هو لم يعرفها ولكنه للأسف يتحدث